في مطعم على قرعة الطريق يستمتعون بشرب اكوابا من الشاي والقهوة مر من امامهم رجل يعرج في مشته قال احد الاطباء هذا بصاب بالتهاب بفصل ركبته اليسرى قال الثاني مجرد التواء في الكاحل قال الثالث هذا يعاني التهاب اخ مصي في وجه القدم قال الرابع انظروا لا يستطيع رفع ركبته يبدو ذلك بسبب خلل في خلايا عصب الحركة السفلة قال الخامس اعتقد ان لديه شلل نصفي وقبل ان يصرح الطبيب السادس بتشخيصه للمرض وصل الرجل الى المجموعة وسأل اين بامكاني ان اجد اسكافي لاصلاح حذائي للأسف هذا المشهد لحوار الاطباء الستة عن حالة الاعرج يشبه تماما ما نسمعه من الخبراء الذين يتحدثون في وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية عن قضية فيروس كورونا هذه الايام فالكل يتكلم عن الفيروس بما يحلو له فيروس بين الوهم والحقيقة وبين التهويل والواقع والاستغلال والمصالح وسياسات ومؤامرات لا يوجد شيء واضح لكن هناك شيء واضح وهو وجود الله القادر على كل شيء تضرعوا الى الله فالوهم نصف الداء والطمأنينة نصف الدواء والثقة بالله اول خطوات الشفاء اللهم جبرا اللهم صبرا اللهم شفاء بكل داء اللهم قوة ان اتعبتنا الحياة أسعد الله أو قل